عايزة اخد من كلمتك كريم فكرة الاربعة اربعة اتنين مين افضل فريق بيطبق الاربعة اتنين اعتقد سيميوني الاربعة اتنين اقوى عامل في تطبيق طريقة الاربعة اتنين انت تكون كومباكت خطوطك قريبة لان انت دايما لو خطوطك قريبة هتعرف تلاقي مساحات للتمرير هو عمل ايريكراكي هو زحملك مساحات التمرير يعني دايما كنا بنشوف النهاردة وحنا اتفرق كريم الالي وهو بيحاول يخرج بالكورة في اربعة لعيبة بتحاول تخرج بالكورة في قدامهم خمسة عاملين زي حائط صد من لعبة الوداد انت مش هتعدي وبقى لعبة الاهلي قدامهم شناعب اللي بيحصل ده يعني انت بتقولك اتنين اربعة اتنين اربعة انا كنت متخيلها ستة سفر اربعة انا بحس ان النادي الاهلي عملية بناء اللعب في المنتصف الملعب كانت مفقودة اضيف على ده زي ما دكتور جمال كان بيكلم فكرة طب جياب عمر السلية جياب عمر السلية قدامها وجود حمدي فتحي وديانج اتنين لعيبة قدراتهم على استلام الكورة يا دكتور من المساحات المتأخرة مش زي عمر السلية خروج بالكورة والبلد ده مشاكل كدير عندهم مشاكل في الخروج بالكورة عندهم مشاكل في الكورة التولية عندهم مشاكل في البروجرشن أو يعني الاستمرار بالكورة للمناطق العالية في الملعب الاتنين حمدي وديانج أقرب ما يكونوا لعيبة الديسترويرز أو اللعيبة اللي هما بيحاولوا يتشيس الكرة أو يحصل على الكرة لكن لما بيحصل على الكرة حيعمل بيها إيه؟ أنا كنت محتاج حد يبقى عنده نوع من الإبداع الكرياتيفتي يخلق للعب وده الجماهير النادي الأهلي وبيتسو موسماني كان حيعتمد عليه على عبدالقادر وفي الحقيقة عبدالقادر فعلا في بعض الأحيان كان بينزل يستلم لكن المشكلة كان بيقوله هي في القرار في الديسيجن ميكين بتاع عبدالقادر كان دايما خاطئ الكرة اللي انت محتاج فيها تطلع الكرة بشكل سريع كان بيتأخر الكرة اللي محتاجة تتسدد بيمررها والكرة اللي محتاجة تتمرر بيسددها فكان فيه مشاكل كبيرة جدا عزل الخطوط عن بعض فوق عن ده انت استقبلت هدف في وقت ما كانشين فهتستقبل فيه هدف يعني بعد كرة مبينزة لما ردت في العرضة كنت ساعتها مفروض ان انت تفهم انت اذا استقبلت هدف فكرة الرجوع للموتش وسط كل الأجواء دي وسط ان انت اصلا مش حاضر فنيا مش بس زهنيا او نفسيا زي يا دكتور الجمال الكامل لا انا شايف ان احنا في الموتش فنان الاهلي ما كانش حاضر فنان الاهلي ما كانش واقف على رجله فنان ما كانش فيه خطة لمراحل اللاعب يعني النهاردة كريم لو تفتكروا احنا بنتفرج المرة الوحيدة الاهلي خارج بيها بالكرة لما خارج بيها على طرف من الاتراف علي معلول بالضبط لما ايمن اشرف ما لقاش اي فرصة الخروج في عمق الملعب ابتدت تطلع على علي معلول وابتدت لما علي معلول خد الكرة عطار فاحمد عبدالقادر نزل في عمق الملعب ابتدت توصل وقتها لعمق الملعب لما عرفت ان انت قسرت اول خط وصلت ان انت لمرحلة متقدمة وكان ساعتها قدرت ان انت تخلق فرص وكانت تقريبا الكرة اللي انت لعبتها طولية او عملت عملية زي عزل للكرة ثم النقل في الناحية الاخرى لكن المرحلة ما تكررتش كتير انا افهم ان داي ممكن اللغبطة دي تفضل عايش معك الشوت الاول تفضل عايش معك كمان بعد الهدف حلولك كانت ايه الشوت التاني انت حتى الفرستين او التاتل انت بتتكلم عنهم دول هم فرستين ما قصدش ان هم عشوائيين بس واضح ان هم فرستين مش بناءا على طريقة لعب بموجودات فردية اه يعني بمهارة فردية فاجت عمل ايه الشوت التاني بيتسمس مني لا هو مشكلة انه مش بس معالكش اخطاء الشوت الاول لا هو جنى ثمار عيناده في بعض الافكار اللي هو احابب يطبقها ليس كنا بنتكلم اوف اير على قصة المهاجم الصريح بعض المباريات لازم يبقى عندي مهاجم لما انا اتعاقت مع حسام حسن في بداية السيزن في وجود بيتسمس مني على اساس ايه في بعض المباريات ما قدرش تستخدم لعيب موبايل سترايكر بتحرك كتير زي شريف او تاو انا محتاج لعيب بالشكل ده انا مطلعه بره بره كوره تماما مش بره المباراة مطلعه بره كوره تماما طبعا لاني اساس وبالمناسبة هو قد تكون دي قناعته لكن في الاخر طالما ها دي قناعتك فتحمل فتحمل ثمار ما ما فعلته تيجي تتكلم على اليو باديو والتر بوالي احمد ياسر ريان حسام حسن هو عنده مشكلة مع اي مهاجم كلاسيك مش قادر يطوعه فرق كبير جدا جدا انت محتاج بشغل فني مختلف تماما عن ده ومحتاج كوالت يلعبها بتشتغل في الخط اللي تحت الاسترايكر عشان تقدر توصل لده نهاية ايه اللي عمله بمناسبة كلامك السيتي راح جاب هالند والسانفات كان بيسعف هالكين يعني اشكرك اشكرك انا شوف بقى وإيه دبيب جورديور والمصدر ده الراجل اللي ابتدعها ده الراجل اللي ابتدع قصة انه ملعبش باسترايكر كلاسيكي وكان شوية خصص شوية قبل كده كان اجواره قبل ما يمشي فالرجل اللي ابتدعها يبترى يغير قناعته لانه لقى انه بيواجه مشاكل في بعض المباريات اللي بشكل ده لما فريق فيلك زوايا التمرير لما تيجي تتكلم من ارده على وليد الريكراك لما تتكلم على الشكل اللي لعبوا به بديهيا جدا كلنا كلنا بنتكلم واكيد هو المفروض انه يدرس الفريق افضل مننا بكتير لما نتكلم انه ال 4-3-3 وما ماشهالعبوها جماعة ال 4-2-3-1 اللي كانوا بيلعبوها ولا هالعبوا كانوا بيغير ال 4-3-3 ال 4-1-4-1 لكن الشكل في الملعب عندي 3 لعيبة قفلين كل زوايا التمرير بلوكتين عندي بلوك الخط الدفاعي يحية عطيها طلاب من الشمال يعني محمد أمين فرحان أشرف داري وأيوب العملود الرباع الخط الخلفي قدامهم بلوكة فيها ثلاث لعيبة. ردى الجاعدي وجلال الدودي وياحي جبران. انت مقدرتش تختارق البلوكتين دول طول المباراة. طالما انت عندك بلوكتين واضحين جدا. وكل مبارايات الوداد بيلعبهم من نفس الطريقة. خارج الأرض وداخل الأرض. لما انت ما تلاقيش حلول. مش محضر في الأساس حلول. وتيجي تنزل الشوط التاني. بلا حلول. اعتماد على تغيرتين في تغيرتين. والتغيرتين دول ما فكوش حاجة إلا بمجهودات فردية وبالمناسبة برضو عشان نكون أمين. بايه بقى عند كله التوفيق أحيانا بيخونك. التوفيق قبل الهجمة بتاع الهدف التاني. بتلاتين ثانية كرة حسين الشهد. حاجة. كرة الوحيدة اللي أهلي عملوا صورة. عبدالقادر عمل فيها دي كرة الحلولة. دي أفضل كرة تلعبس من وراء على عصايد الجماعي. عصايد الفرد الأول من عبدالقادر. طبعا. والكروس محطوطة على الأرض بحيث أي حد في الزون دي يقدر يقدر أنه يشطها بمنطقة الأريحية والوحيدة اللي كان فيها تأخير في الكافريتش بتاع فرقة الوداد. ما كانوش أدري ما تواجدوش في المنطقة دي. وما عزلك مساكت. ردت عليك بهدف. زي ما حالك نتكلم كريم في بداية الفقر. لو تعديت ألف مرة مع أي بكريت في الدنيا. مش تعدي منه بالطريقة دي. فبرضو كان من ضمن الأسباب النهاردة التوفيقية. عايزة أطرح عليكو حاجة عشان لو الوقت سرقني. يعني ممكن نكمل بعد كده لو الوقت معينا. في رأيين دلوقتي. ويا رب جمهوري النادي الأهل ما يفتكرش للرأي ده هو دفع الشيء. هو بس حم نتكلم بكورة زي ما بيحصل في العالم كله. بتسمو سيماني يكمل ولا ما يكملش. بتسمو سيماني للحاقة. كل النجاحات دي مع النادي الأهل. وحتى في البطولة التالتة الأفريكية على التواري يوصل لآخر النقطة فيها ووصل للمباراة النهائية. لا يمشي ولا يعد. ده طرف يقولك لا يعد طبعا عشان خاطر الانجازات دي كلها. في طرف تاني يقولك كما دكتورتنا طبعا دكتورت أسماعيل إنه الأداء والبنى بتاع الفريق والشغل اللي بيحصل ده بيتسو موسيماني يعملوش دوقتي فممكن الأهل يقول له شكرا ويعمل له احتفالية وعلى الانجازاته العظيمة دي والأهل يشوف مدرب آخر. انت رأيك إيه؟ أنا رأيي إن بيتسو موسيماني يعني محتاج إنه يفك الارتباط ما بينه وما بين النادي الأهلية ومش بسبب خسارة أفراقيا لا بسبب أمور تانية الأمور التانية دي هي أمور فنية زي ما دكتور جمالي تكلم فيها أمور في شكل فريق عموما أمور في استراتيجية الراجل فكر الراجل واضح إنه هو ممكن ما يكونش مناسب لجودة اللعيبة أو للكواليتي اللعيبة أو لكواليتي القماشة اللي موجودة في النادي الأهلية عموما لفكرة إنه هو معهوش مدرب تاني مساعد هو رفض الفكرة دي فكرة الدكتور تاسمعيلي تكلم فيها ممكن الحمل البدني أو الأجهزات الراجل بيديها ممكن تكون مؤثرة لكن أنا شايف إن في النهاية القرار النادي الأهلي لازم يكون حاجة من اتنين لو أنا قررت إن بيتسو موسيماني مكمل الدوري يبقى هو مكمل عقته ليه؟ لإن أنا مش هضيع الفترة دي كلها من الدوري وابني على جديد يعني فروم سكراتش لكن لو أنا مقرر إن بيتسو موسيماني ماتشات الدوري الجاية دي بالنسبة لي تقييمية يعني أنا في كل تعثر أو كل استقبال هدف أو كل خسارة نقطة أنا هطلع أتكلم الراجل ده مخسرني أفريقيا وراجل ده كمان حيضيع علي الدوري فكل ماتش الراجل حيبقى تحت ضغط لأ يبقى ماشي من دلوقتي أحسن بكتير رأيك حيب التوقيت التوقيت اختيار منقشة الأمر داخل النادي الأهلي هل يكون دلوقتي ولا يكون في شهر ثمانية القصة متوقفة هل يتحمل مجلس إدارة النادي الأهلي استقدام جهاز فني جديد طبيعي جدا أنه مش هيبقى عنده أي كمات منت ولا التزام بالبطولات الحالية منها الدوري وكاسي يعني ويتحمل مجلس إدارة النادي الأهلي تبعية هذا القرار بخروجه خالي وفاض من المسلم ده سؤال مهم هل يتحمل جمهور النادي الأهلي بنفس السؤال ده سؤال ثاني مهم رأيي أنه مناقشة الأمر وضعه على الطاولة يكون بعد نهاية الدوري الحالي طيب أنت في سؤال ما سألتوش في النص كنتم سنينك تسأله قولي هل تتحمل إدارة النادي الأهلي أو جواني النادي الأهلي قسرت موسيماني يقسر الدولي السنة دي بعد قسرت أفراقيا الرزق أكبر وخليني أقولك أنه نظرا لحالة التعثر الشديد اللي فيها كل المنفسين كل منافسي الأهلي على اللقب أظن أنه ما فيش أسهل من اللقب ده بالنسبة للنادي الأهلي حتى نظريا على الورق دلوقتي طب هي تتحطي في الميزان ما ده اللي أنا بقوله هو الميزان أنه بيتسو لو قعد بأخطاءه بمشكلاته وهو حافظ الفريق ولا أشتغل أن أنا أجيب حد مدير فني جديد يجي يشتغل على ما تبقى اللي هو دور متبقي دور في الدوري ما تبقى من الدوري السيزن ده هل فيه مدير فني أيا كان هو مين هيجي يدك ده جزيل اللي كان حافظ النادي الأهلي أكتر من كاف في إيده لما جه في السيزن بتاع اللي عوض فرق النقاط مع زمالك 11 11 بون ما دهش كومت إمتى إلا بعد ده ما فرق النقبة 3 يعني أنت مع فكية بيتشو موسماني يكمل نهاية الموسم وبعد نهاية الموسم يتعقد النادي الأهلي تجهيزا ليه إيه الضغوط اللي هتبقى علي في بداية الموسم في شهر 8 لا بس انت في نقطة برضو قولي هل يتعاقد النادي الأهلي مع مدرب جديد بعد نهاية الموسم إفرد بيتشو موسماني يكسب الدولة أصلا لا القرار لازم أم أنتاخد أنا قصة بالنسبة لي منتاحي فك الارتباط إيبقى كده مش قرار تدمن على بطولة لا أنا ما بتكلمش على بطولة أنا النادي الأهلي عشان يحافظ على البطولة ما ينفعش يغامر ويجيب مدير فني دلوقتي لأنه ما فيش مدرب هيجي دي كومت منت ما فيش مدرب هيجي يلتزم معك بطولة باقي فيها شهر ونص ده عمل ما يتعرف على أسامي اللعيبة هيكون لص دوري يعني باقي ربع الدوري مستحيل فالقرار يتاخد بفك الارتباط مع موسماني ده الجملة الأخيرة يعني القرار يتاخد بفك الارتباط مع موسماني دون إعلان دون إبلاغ دون مناقشة مع الرجل أنا عندي بس إضافة وزر ومن ثم قبل ما يكمل أبروان ومن ثم أن الراجل يكمل لحد نهاية الدوري وبعدها يروح إضافة بسيطة رحيل موسماني هيحط لعبة الأهلي عند مسؤوليتها لأن هتعرف أن ما فيش حد هيشيل الليلة غير لعبة النادي الأهلي لكن وجود موسماني دايماً حيدي دافع للعيبة أن الراجل ده ولا يتحمل والراجل ده حيمشي واللعيبة مصر ولعيبة النادي الأهلي لو عارفت أن الراجل ده حيمشي في آخر الموسم إلى اللي مش أكثر دوري سننتي